تتأكد نعمة الأمن والأمان والتي ستظل بمشيئة الله وبدعم القيادة الحكيمة جزءا لا يتجزأ من المجتمع البحريني وحين يستشعر المواطن هذا الأمن فهذا هو المقياس الحقيقي الذي يجعل الأمن عنوانا وواقعا مشهودا نحن نعيش أجواء حلوة في عيد الوطني وكي يبين عندك الاحتفالات والأشياء المراسم وفعاليات يبين نحن ما عندنا أي مشاكل في الأمن والأمان والشرطة والأمن مقصرين عن هذا الموضوع عن الأمن فعلا نحن نتمتع في نعمة الأمن والأمان في البحرين خصوصا أنه في الحياة دائما نحس وين ما تروح دائما في أمن وأمان الحمد لله رب العالمين فهي شيء مهم أكيد يعني الواحد يعيش مع عائلته وأنا إنسان يعني عايش في البحرين مقترب لكن الحمد لله دائما بعيش وكي أنه بين ديرتي وهلي يعني لأنه فعلا بحس بأمن وأمان دائما في البحرين دائما وأبدا ستظل وزارة الداخلية بأجهزتها وإداراتها المختلفة حاملة لهذه الرسالة النبيلة أمن وسلامة البحرين الرسالة التي تستحق التضحيات والعمل على مدار الساعة سواء في الميدان أو من خلال تقديم خدمات متقدمة تتمتع بالكفاءة والدقة وسرعة الإنجاز نبي نقول حق رجال الأمن شكرا لكم شكرا لرجال الأمن حماة الوطن شكرا لكم وقد عبر كثير من المواطنين والمقيمين عن اعتزازهم وفخرهم برجال الأمن وما يقدمونه من خدمات جليلة وتواجدهم الدائم الذي يطفي على أي فعالية الثقة والإطمئنان وهو ما بدى بوضوح أثناء مشاركة وزارة الداخلية في احتفالات المملكة بالعيد الوطني في حلبة البحرين الدولية ترجمة نانسي قنقر